ثاني سلك مستقيم صنع منه ملف دائري عاد لفاته اول مرة انه بيمر فيه طيار شدته اي مكوم في المناطيسي عند محوره او مركزه رمزه بي اهو وعيد تشكيل السلك الملف دائري اخر بس عاد لفاته مرات يتغير اثنين على ثلاثة انه والطيار ما تغيرش نفس الطيار يبقى كسابة الفيدي جديدة تصبح كام تعالوا نتكلم هنا نقول قانون معايا اهو اعرف ان القانون ملف دائري بي بيساوي طبعا معاك في الامتحان وانا تمافهم ميو اي ان على اثنين ار بي وان ان وان ار وان عشان احل المسألة لازم اروح اشوف البي اثنين بقيت بكام بي اثنين هتساوي ميو هي هي اي 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 الان الثاني عبارة عن ايه اثنين على ثلاثة هو الال كده ان واحد يعني هي تلتين من ده واللي اثنين وار واحد بقيت ار اثنين تربيع هنا مفروض فيه ار اثنين تربيع ار اثنين تربيع عشان فوق كده لازم اعرف انت غيرت عدد اللفات غيرتها يبقى نص القدرة تغير ازاي ايه اللي يربطني هنا اللي متغيرش طول السلك طول السلك هو السابت الوحيد السابت اللي رمزه ايه اللي طول السجد ده بيساوي عموما عدد اللفات في محيط كل لفة يعني محيط كل لفة كده يبقى الن اول في اثنين باي ار اول لازم يساوي الن التاني الن التاني ده انا اعرفه ما هو اثنين علي ثلاثة من الن واحد في المحيط الجديد اثنين باي ار التاني ار التاني طيب اشتب ما بدل انا ان طيارة اثنين باي اثنين باي يبقى معايا في الطرف الايصر R1 بتساوي 2 على 3 R2 طبعا انت عايز R2 اوض بيها يبقى تساوي 3 على 2 من R1 دي اللي انا عايزها اطلع بيها بفوق مكان ال R2 نعيد حساباتنا مزبوط ونخلش في المعدة دي هكتب جوه القرص ده كان 3 على 2 من R1 بوك التربيع يبقى بي 2 بيساوي ميو اي اتنين N N1 على 2 دي زمائية 9 على 4 4 دي تحت مقام 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 ممكن اطلعه بسط 4 R1 R1 انا ما بيش تربيع عفوا ما بيش تربيع سوري كنون بيقول اتنين R تسعة وطلعت بفوق يبقى هنا تلاتة وطلعت بفوق اتنين عفوا R خلصت كده شوفوا الارقام دي اتنين في اتنين بكم واتنين في تلاتة بكم تدي كام بي 2 بتساوي 4 على 6 من بي 1 يعني 4 على 6 يعني 2 على 3 من بي 1 نشوف الاجابات هل يا ترى عندنا 2 على 3 طبعا الاجابة موجودة 2 على 3 اللي جابت بتاعتنا رقم آلف اه تعالي نشوف مرضو عسئلة جديدة في الشكل اللي قدامي هنا 65 اتفرج على الشكل اللي قدامنا هنا عندك ايه اربع اطرات كلهم يتحركوا جيات اليمين حركة اليمين حركة اليمين بس فيه فرق بين A وB ده B وده C A اهو بيو C فرجوا وقرأ هو بيقول ايه مجال ما نتيس منتظم يؤثر بمنطقة المحددة بالعلام X X يعني العمودية الداخل زي ما هو قال للداخل تعرضت في مستوى الورقة نحو اليمين تلات ملفات مستطيلة في الشكل متماسلة متماسلة يعني متساولة في المساعة اذا تساوت مقاومات الملفات اي من العلاقات التالية صحيح الكود ده فعل ناشئة بالحادس بكل ملف يطلع نفكر ازاي اول حاجة الملف اللي هنا ده رقم به كل مساحته جوه الفيض جوه الموضوع جوه المجال المنطيسي اللي عمودية الداخل الملف التالت نصه جوه في قلب المنطقة حاليا بعد شوية بقى كله الملف الاول اللي عطار في فوق في اليمين ده ده اهو اهو هيتحرك بعد شوية ايه بقى هنا مكان وهنا فمش كل المساحة متغطية بمجال المساحة المزللة دي بس اللي فيها مجال طيب هو بيقول دي ايه بقى بترامة متنهرة كده مين في الملفات التلاتة ايه ولا بيه ولا سيه اللي بيعمل قوة دفع اكبر نضع مساحات اي مساحة حاليا بتغير اهي بوس كده المساحة دي كبيرة رقم مين انا غطيتها بالتزديد بي مين لبعده سي هي بنص بعد شوية زيد سي ثم ايه ندور نشوف الاجابة يا ترى بي اكبر من سي ادي عندك اجابات ايه بي اكبر من ايه اكبر من سي يعني سي خلهم يرجع طيب هنا بي بتساوي السي البي والسي البي اللي تحت انا مزللها والسي وهم اكبر من ايه اعتقد كلكم ووصلتوا اجابة سهلة او انا جبت اجابة دي منين لانه ام اف بتساوي الان عند اللافات كلهم بتساوي دلتة فاي ام مين فاي ام دي ليه البي والاي على الدلتة كلهم متعرضوا بصرحة واحدة يبقى الفارق كله في المساحات يبقى الاجابة الصحيحة رقم بي شكرا ننتقل تلات ملفات حس مهملة المكامة الامية متصرة معا كما بالشكل اذا كانت قيمة فعالة للطيار عندي قيمة فعالة ان اي افكتف خمسة امبير وبإهمال الحس المرتبطة بين الملفات عايز ايه اللي مين بقى اولا تبص في البيانات اللي عندك عندك دي كلي ميتين فول عندك التردد بتاع المصدر دينمو مية على بقى عندي التيار يبقى الاجس الو كله تعال نحسيبها كده بره افضل نحسيبها بره هنا معنا شوف معايا كده نتعلم معنا سأل ازاي واحدة واحدة الاكس ال توتل بيساوي بيساوي ايه القانون بقى ال في على الاي طبعا عندي بكام متين والاي بيكم بخمسة بيتين على خمسة تطلع كام البيان اوم دي اكسل الاكسل التوتل ده بيساوي اتنين باي اف ال اكسل التوتل نجيبته باربعين يساوي اتنين في باي الاف عندك بكام موجود في المسألة مية على باي يبال باي بالطايل باي فاضل مين ال توتل اتنين في المية بميتين يبال ال توتل بيساوي اربعين على متين اربعين على متين شوف اله تطلع كام اربعين اربع على عشرين يعني اثنين من عشرة اثنين من عشرة هنري اولا ده الحاس كله لما تخش على الرسمة عندك في الرسمة ميديك ملفين اثنين على التواري جنب بعض بالشكل ده وفي ملف على التوازي معهم والمصدر هنا ده بكام اثنين من عشرة وده بكام واحد من عشرة هنري الفاضل الوحيد هو عايزه ده انا كله لازم يطلع اثنين من عشرة اثنين من عشرة دي اقل من يعني اللي فوق ده اثنين من عشرة واحد من عشرة يعني ثلاثة من عشرة معايا كان بقى ال يبقى انتهم من ايه الخطوة التالية المباشرة اثنين من عشرة اللي كله بيساوي ثلاثة من عشرة في ال على الثلاثة من عشرة زائد ال خطوة حسابية حسابة عندك بالقالة طلع ال ال اللي هو يطلع التوتل اثنين من عشرة بيتسهلة مسألة حسابية مباشرة بعد ما فيه من الخطوة ندخل في غيرها نسيبك حساباتها بس بيقول لي في الدايلة موضحة عينك على الدايلة ايه اللي في الدايلة مكنورة الدايلة ايه اللي قدامنا مسكدة مديني الدايلة فيها بطارية واحدة بس عينك على المصدر الكرامي ده مصدر مستمر الفلتوميترين ادي واحد و ادي اثنين فيه واحد ده متوصل مع البطارية مباشرة هو عايز النسبة بين V1 و V2 طب يطرى فيه واحد ده 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 هستبعد الف و جيم وانت فهم ليه لأن V1 ده 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 وعند جهود تانية هي موجودة طيب يبقى فضلك واحدة ثلاثة واحدة ربعة كل الاراضي زي بعدها R قد R قد هنا ثلاثة مكاومات قد بعض تماما يبقى V2 ده بيسوي كم من V1 تلته ليه لأن V1 بيتوصل بين الطرفين اللي هما هسمهم دول لو قلت واحد واثنين بين واحد واثنين لو حطيت فلطوميتر عند R ده فلطوميتر ثلاثة فلطوميتر عند V4 V4 مثلا هنا اهو V4 انت شايفني أدى بعض لأن مكاومات أدى بعضها ومع التوالي يبقى ده تلت يبقى الإجابة V2 على V1 تلت V1 على V2 تلت يبقى تلت على واحد معزرة تلت على واحد معلوبة لا استبعتها معلش أنا قريت V1 على V2 واستعجلت لا ده عايز V1 الأكبر على الأزهر لأن من استبعد التلت باستبعد التلت وباستبعد الرابع يبقى الإجابة بتاعت ثلت على واحد هي الصحيحة لأن هو قال V1 على V2 V2 على V1 كتب واحد على الثلت الإجابة الصح جيم لبعد الشكل البياني اللي هنا عينك على رسم بياني 100 بالطوب يعني ماكس وهنا فيه تقريبا زمن هو اللي أقول لك علاقة من كون دفع الكربية من قبل الدينمو والزمن خلال نص دورة متواصلة الكوة الدفع الكربية متواصلة من قبل الدينمو خلال فترة الزمنية من واحد من سفر إلى واحد إلى خمسة سبعين من سفر إلى واحد إلى خمسة سبعين من مي واحد سبعين سبعين من الثانية بيقول لك اعتبر البياني شكرا تعاني جوابها هنا بقى عايز وقفة طويلة لازم نتعلم ازاي نفك الكوة الدفع المتواصل انا عندي طريقة سريعة وفيه عندي طريقة مخنعة تفصيلية ابدأ بالسريعة اولا انا عندي الماكس وهو عايز لأفرش بس كده كويس معين الام اف افرش لازم تجيبها من كنون فرادية اي ام اف ماكس اي ام اف ماكس موجودة على الرسمة البياني اللي قدامك الام اعرفها انا عايزها اي ام اف افرش على الماكس اللي هي بمية النسبة دي هي حل مسألة حل مسألة هنا الام افرش دي اجيب من كنون فرادية يعني فرادية ان اي دلتا بي على دلتا تي طب الماكس ان اي بي تو باي اف اعلمك طريقة ونشطب فيها حاجات الان اي مع الان اي مشطوبة طب انا عايز بقى دلتا بي والدلتا تي الدلتا بي يعني بي اثنين ناس بي واحد هو بيقول لي ايه بعد واحد على خمسة وسببين من مئة من ثانية كلي بالك التردد ده كام التردد بيساوي واحد على زيرو بوينت زيرو تمانية يعني مئة على تمانية يعني اثناشر ونص هيرتز ادي واحدة ماشي انت عارف انا جبت دي من اين الاول ما ريش عفوا اوريه بس هو هنا واعف عند المية مية فولت ايه ادي المسألة بتاعتك وهنا واعف عند اثنين من مية في الماكس اما نص الدورة عامية تربعة من مية ماكس يبقى الدورة كاملة لما يمي الدورة كاملة يوفى عند تمانية من مية ثانية يبقى التردد مقلوبها اهيه سيما انها سابناها تطلب معك على الهزبة مية على تمانية يعني اثناش ونص تقريبا لا مش تقريبا ده مظبوط هو بيقول بي ايه بعد واحدة 75 من مية من الثانية طب دي اثنين من عالمية اثنين عالمية واحدة 75 يعني الواحدة 75 اكبر ولا الاقل ما نعرفش ده طيب نحل بكذا طريقة من السفر الواحدة 75 يعني سيتا بتساوي اثنين باي اف تي يعني السيتا بتساوي اثنين في باي يعني اثنين في 180 يعني 360 والاف ب12 ونص والطايم واحدة على 75 انا عايز واحد يحسب دي على الاقل حسبة فورا نحسبة تطلع كام 75 محمد ممكن يجيبها بسرعة والاقل ايه ادي الاقل 360 في 12 ونص اللي يطلع سمو 75 تساوي 60 يبقى الزاوية دي 60 تطلع 60 في الرسمة هنا قبل الـ 200 60 ماشي كده كويس عرفت زاوية الدوران 60 ده ده اللي يهمني في الموضوع تعال الـ 90 90 يبقى هنا ببدأ من 90 180 وهنا 180 يبقى نزود عليها 270 70 فالرسمة اهي دي رسمة الفيض دي رسمة الـ MF لا أعلم لا أعلم بسرعة انت بدأت منزيله لحد الـ 60 هنا من 90 لحد 150 يبقى نرجع انا اريد دلتا بي من القانون دلتا بي بتساوي بي 2 بي 1 2 يعني بي 150 150 مش 90 و 160 نايس بي الاولى عند 90 يعني 90 90 سين 150 على الالة حد يحسبالي كده جماعة سين 150 عشان نطلعها نص لو كانت نص يطلع منها 22 بواحد يعني يطلع عينها كده نص نقص واحد يعني سالب نص بي ركز لو كنت أنا مزبوط سين 150 نقص سين 90 تطلع سالب نص طب الزمن قدي ايه الزمن بتاعي ده قدي ايه مش 60 نزوي 60 60 60 60 قدي 360 على واحد على واحد كام فيها كام ستين يعني ستة واحد على ستة يبقى دين تي كابتل على ستة اقلب واحد قدي تساوي ست على تي يعني ستة ايف انا عايز بردول ونطلع من مسألة انا كنت بفوك عشان نفهمك انا عايز البروزين دول هنحطهم فين في الخطوة الوحيدة اللي فوق ننتظر ايف افرج افرج ايف افرج هتساوي الماكس 100 طلعه فوق هنا يعني 100 في الدلتا بي اللي هو السالب نص بي بي في معلوم الزمن اللي هو ستة اف تنزل تحت اللي بقى معاك بي اثنين باي اف خسطب اف خسطب بي يبقى النتيجة معاية واضح تماما واعيد لك تاني مسألة ببساطة يعني 100 في سالب نص يمعيني سالب في نص في ستة على اثنين باي اللي نص مية خمسين خمسين في ستة بتلتمية سالب تلتمية على اثنين باي تلتمائتين سالب مية وخمسين على باي حسابها وقابلني نحسابها سوا ونشوفها كام هذه الالعي كم مية وخمسين على سبعتاشر بتساوي سبعة واربعين وسبعة من عشرة سبعة واربعين وسبعة من عشرة سالب سبعة واربعين وسبعة من عشرة بلت هي سبعتين هي المسألة هنا موجودة موجودة فين هي قدامنا خيارة كمال عزيز الطالب انا تقولت لك رجابة وانت مش بحيتها تطويل خد مني القعدة طلب منك طلب منك تطويل دفع المتوسطة زي ما قلت لك كزا مرة بعيد تاني هو من ديني ماكس الماكس لها قانون N A B 2 by F اللي أفرش بأي طريقة في أي وضع يدهي لك لما تشوفه في اللجنة متوسطة يعني من فردين N B A دلتا B فوعد على الدلتا T ما هي دلتا B على دلتا T حط الاتنين فوقه بعض شرط الكس N A دلتا B على دلتا T تحت N A B وطلع لي الدلتا B وطلع لي الدلتا T لوحدها لما هو في المسألة دي ضار لها قد ما بقت الزمن وعدها 75 فلما كنتش عارف وعدها 75 من الثانية تعمل قد ايه من الدورة سوتس دورة يعني كان ممكن يقولك من سوتس دورة سوتس دوراني ملف الدينامو سوتس دورة من الوضع السفري يعني عند ستين سوتس دورة يعني ستة F ليه ستة F لأن الزمن ده يزاوي زمن الدولي لأ سوى T كابتل على ستة لما تقلب وعدها دلتا T في المقام تبقى ستة على T يعني ستة F عشان كده لما عوضنا لما رجعنا عوضنا بيها هنا كتبتلك ايه ستة F هاديك شايف والدلتا B موضوع دلتا B ده اللي هو منين لفين من الصفر الستين لأ الصفر الستين ده دينامو هادي الدلتا B B دايما بسبق الدينامو ال B دايما عامل فرق طورة مع الدينامو بتسعين درجة ربع دورة عشان كده لما بقولك يرجع لرسمة دي ايه ده مين ايه مف ده ال B أو فاي الزاوية بتاعت الدينامو هنا صفر يبقى الزاوية هنا تسعين يبقى هنا من صفر الستين لا هنا من تسعين لمية وتمانين لمية وخمسين آسف عشان كده لما كلمتك عن دلتا B بقولك دلتا B تساوي B2 ناقص B1 التاني ناس أول التاني كان فين عند مية وخمسين لوك عند مين تسعين يبقى تجيب الصي متاعة تسعين مية وخمسين وتتراحهم زي ما عملناه وطلعت سايب نص كده الكلام يمسح هو الدفع المتواصلة في اي مسألة تيجي معاك بالشكل ده اللازم نتطبع كده نرجع بقى تاني يبقى السؤال ده كده عرفنا نجاوب على المتواصلة بتخفض درجة حرارة بريد سيليكون ركز في الكلام بيخفض درجة حرارة بريد سيليكون بيقلل الدرجة اهي ناقل كلي بقى تمنكم ناقل وسلك من النحاس درجة السفر الاتنين وصلهم للسفر يبقى التوسلية الكهربية بالنسبة للسيليكون يحصل لها اي 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 بتخفض درجة حرارة مفيش مفيش إلكترنات حرة أصلا مفيش فجواب مفيش إلكترنات مفيش تكسير الروابط يبقى التوسيل بتصل للسفر تنعدم للسيليكون بس توصيلة النحاس بتعمل ايه بتزيد ليه لانك بتقلل ساعة الاتساس يبقى الإجابة لقدامي تنعدم للسيليكون وتزداد للنحاس هي الحقيقة مش تزداده بس بتصل للنحاس لماكسيمم لان مقام نوعية تبقى تقريبا تقترب من السفر ماشي ترجمة نانسي قنقر